فضلتك في بعض الأشخاص مثلاً بيكونوا متواجدين خارج القطل المصري ومثلاً بيحب يرتبط بحد فبيبقى هو مثلاً في دولة وهي في دولة والمأزوم في دولة فحكم الشارع في استخدام برامج السوشيال ميديا في عقد مجلس النكاة بشرط واحد يجوز بشرط واحد التوثيق التام لأن هذا المجال دخل فيه ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وشككنا في التوثيق يعني ممكن يأتي ليه بجسد واحدة والرأس بتاع واحدة تانية فهل ده حاصل ولا مش حاصل طب نتأكد منه ازاي يبقى نسأل بتوع التكنولوجي ايه الفرق بين الخداع وبين استعمال الزكاء الصناعي فيه ما نرى وما بين الحقيقة لو أننا قد اختلطت الأمور يبقى بلاها يبقى ما ينفعش بس مش ما ينفعش لذاتها لا ما ينفعش لأنها اكتنفها الخداع والغشوة والتدليس مما يقدح فيها نعم ترجمة نانسي قنقر